أولا وضع أحد المهندسين الميماريين أرشيتكت تصميما عجيبا لبناء فيلة ومنظر الرسم لنحسب قياس مساحة البقعة الأرضية التي تبنى عليها هذه الملة تسهيل حساب مساحة البقعة الأرضية تجزئ الرسم إلى موضلعات رواعية أتيها نحن نرسمها لن نرسمها لن تقعناها معين ونرسم هذه الخطة المتقطعة لن يتجل المعينة هنا ونرسم إليها المتقعيسي نظروا لن ترسمت الخطة لن يتجل المحارف مما يتجل المحارف المنسبة للارتفاع المنسبة للارتفاع منحرف 30 دم لان هنا لدينا 60 وهذا النصف القطر يقسم المعين على 2 اذا هنا 30 هنا 30 اذا الارتفاع منحرف 30 اذا كان وجد اول المساحات المعين القطر القطر تموصية مضروف قطر 100 مضروف بالكتور منار 2 نقسمAR 2 قطر تموصية المساحات المعين القطر مضروف في القطر مقسم على 2 تمو نضع المثلوين لاننا حالكман جد المعينين ينتمو수�َ 6500 مربيع درج العلال المساحات المون هوا الم Pick 1 القاعدة بي كبيرة زائد القاعدة الصغرى 50 مضربة في الارتفاع 30 ثم نقسم على اثنان القاعدة زائد القاعدة مضربة في الارتفاع مضربة اثنان ثم من بعد نضربها 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 في الجوج لاني عندي الجوج دير الشيمون الحارف INVOLVE مئر تقدم 6,000 متر مربع مضربة في شكل صغرى لتسوي 1,000 متر مربع هذه المساحة البقعة الأرضية التي ستبتنا عليها فيلا الحصة الثانية انجد العمليات في الدفتر تبع اتمر من الأجلاء الشكل المساحة تساوي القاعدة مضربة في الارتفاع المساحة تساوي القاعدة مضربة في الارتفاع هنا نقسم المساحة على القاعدة وإذا كنت قسم المساحة على القاعدة كثير من قاعدة بالنسبة للجدوى العيدة لدينا القاعدة الكبرى ومساحة والشكل هو شبه منحرف نجمع القاعدة الكبرى وزائل القاعدة الصغرى ثم نضرب في الأرتفاع ثم نقسم على اثنان ثم نقسم على مجموع القاعدتين الكل مقسم على مجموع القاعدتين ثم نقسم على مجموع القاعدتين